كرة الطائرة يا رجال ونروح للدكتور أبو الحسن عبد المجيد وبيقول الراجل الدكتور هو دكتور فريق الكرة الطائرة يا رجال بيالنادي الأهلي بيقول إن أجهزة القياس الجديدة اللي جات ووصلت عن طريق مجلس الإدارة كانت أجهزة مهمة جداً لتواجدها في المرحلة دي مع فريق الكرة الطائرة فعلاً هو قدر يقول إن دي بترفع معادات اللاقة البدنية وكلام كتير الدكتور أبو الحسن قاله تعالوا نخرج التقرير مع دكتور أبو الحسن عن الأجهزة الجديدة الوسط للنادي الأهلي ترجعون لنا مرة تانية ربنا أنا معليني للسنادة ان احنا وصلنا مجموعة أجهزة بناستفيد بها كتير قوي في الشغل بتاعنا بتساعدنا في موضوع ان احنا نقدر ازاي احنا نقرن احمال بتاع الموسم من التدريب كله لأن طبعا احنا عارفين النادي الأهلي بالزاد بيخشوا بطلقة كتيرة جدا وبيبقى عالي استرسة متشاط كتيرة وكده فبالتالي دي حاجات من اللي بتساعدنا ان احنا ازاي نقدر نوزق الحملة وعارفين امتى نوقف الحملة وان امتى نهدي الحملة شوية لان كزا دي بتفيدنا في كده السنادي الى الجهزة اللي احنا وصلنا لها السنادي دي دي جهاز حاجة اسمها الفيرتا الفيرتا ده جهاز من خلاله بناقدر نعرف كل عدد الجنبات اللي 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 اللعيب عملها خلال التمرينة وخلال الاسبوع وخلال الشه وخلال المتش فبالتالي دي بقى عندنا مجمل لكل الحركات اللي بيعملها سواء الجنبات نحن بيجيب لنا عدل الجنبات يعني النهاردة يقدر يقول لي مثلا العبدة في التمرينة لي عمل 120 جنبا عمل 130 140 150 يقدر يقول لي كمان الأفرج بتاع الجنبي بتاعه كام هو نطي معه 150 بس عمل الأفرج بتاع الجنبي بتاعه كام البست بتاع الجنبي بتاعه كام الأقصى جنبي لي كان كام يعني يقدر يقول لي مثلا النهاردة الراجل ده نطي 120 جنباية كتأعلى جنباية ليه مثلا 97 سنتي أو 98 سنتي الأقل الجومبية مثلاً كتربئين سنتي الأفريجي مثلاً من التعراجة ده كله مثلاً تمانين أو خمسة وثمانين سنتي يبقى أنا عارف الراجل ده الحمل بتاعه ماشي إزاي لأن إحنا كل فترة من فترات الموسم المفروض بتبقى مرتبطة بعدد جومبات معين من خلالها قدرنا أنا عشان ما بيبقى شفيه استرس على اللعيب و أنا شغال بمعنى إيه الكلام ده أنا مثلاً أنا فترة سواء فترة الإعداد أو أنا حتى ولو أنا جوه المنفسات بيبقى مرتب مربوط بي بعدد جومبات لو اللعيب راجع مثلاً برضو من إصابة بيبقى اللعيب ده أنا عارف إنما مثلاً أنا في تحميله الأسبوع ده أنا أنا أحتاج إنه يعمل ستبعين جومبية أو تسعين جومبية أو ميت جومبية فمن خلال الجهاز أنا هقدر أعدي ده أنا مثلاً أنا معي في الفريق فيه عشرين اللعب مش هعد أعدي أعدي لكل اللعب وأنا عمل كام جومبية النهاردة لأننا من خلال الحركة بسيطة جداً واللي عيبة شغالة أنا عندي يعني مثلاً حسام يوسف نوت عشرين جومبية اللاست بتاعه مثلاً كان اتنين وغمسين الأفريج أربعين البيست كان كذا أنا ممكن من خلال الكلام ده كله أبقى عارف عدد الجومبات اللي عملها أعرف مين أعلى جنب عمله ومين أقل جنب أنا من خلال الكلام ده كله عارفه الحاجة التانية برضو من ضمن الحقيقات المميزات اللي في الجهاز الجهاز ده بيقس لكل الحركات اللي اللعي بيعمل بيعمل كم حركة خلال التمرينة بيجيب لي لو اللعيب مثلاً فيه استرس عليه مثلاً لو اللعيب أن تجد المجهود اللي بيعمله المجهود عالي يقدر يقولني اللعيب ده مثلاً فيه تحميل عليه زيز فأنا أقدر من خلال كده أن أنا أهدى شوية بالحمل عليه أو أن أنا أرياحه شوية لو أنا لديه دخل في مرحلة مثلاً هتبقى صعبة عليه أو ممكن تعرضه لإصابة فالحاجات دي مهمة جداً أحدث أجهزة موجودة دلوقتي يعني متقريباً على مستوى العالم بتساعد كتير جداً موضوع التقلل وموضوع الإصابات إحنا ممكن من خلال التمرين ممكن اللعيب يتحمل على نفسه ويقولك لا ما تقلقش خلاص أنا معاك ويشتغلوا كل حاجة بس ده ممكن يعرضه لإصابة أو يحصلوا جاد أو شد أي إن كان نوع الإصابة بدرجتها يعني ممكن تحصله لكن عم تليل الكلام ده ممكن بكل بساطة يعني مثلاً هيا يسترس مثلاً مين مثلاً أكتر واحد عليه استرس في الملعب بيجيب لي مثلاً الهبوث بتاع كل اللاعب عامل إزاي مين اللاعب الأكتر عرضة مثلاً لإصابة دي كلها مؤشرات بتفيدنا إحنا في العملية التدريبية سواء إن إحنا منكرنا الحملة أو إن إحنا إن اللاعب ياقم من الإصابة إحنا عارفين الإرسال الإرسال للإصباك والإرسال كل واحد بيبقى ليه سرعة إحنا حتى بنعملها على المنافسين قدامنا نبقى عارفين مثلاً كل منافس مين أفضل حد عندهم وعارفين سرعة الإرسال بتاعه فإحنا بنبدأ مثلاً عندنا الجهاز اللي هو المدفع ده من خلال الكلام ده ممكن من خلال إن أنا بعض الضباء سرعيتي على المدفع بحيث إن أنا أعمل حاجة مشابهة لنفس السيرفي مثلاً شخص كوي في أي فريق تاني فبالتالي إن أنا عملت سرعة فأنا بعود العيب بعمل جو منافسة زي إنه هو بتعرض فيه في المنافسة أو في الماتش بالزبط فبالتالي اللي عيب لما بينزل في الماتش واد بيبقى الحد ما طبيعة التدريب اللي إحنا اشتغلنا معها تبقى مشابهة لطبيعة المنافسة في دي حاجة بتفيدنا حالياً إحنا النادي الوحيد اللي بيستخدم الأجهزة دي في مصر طبعاً إحنا نشكر المجلس الدولة ده إنه بيساعدنا إن إحنا أي حاجة نطلبها أول بول على طول بيجيبها لنا إحنا السنة اللي فاتت جالنا المدفع وقالنا اللي هو اللي زر اللي بيقيس سرعة الإرسال للسنة الحمد لله إحنا عندنا الجهاز اللي فاتت ده وعندنا جهاز تاني اسمه جيم وير جيم ده نحنا بنصادمه بقى كمان جوه الجيم حاجة كويسة جداً وميزة جداً بيساعدنا إحنا بطبيعتنا بني بيجي نشغل مثلاً في الجيم عشان تقدر نحنا تعمل بروغرام مثلاً لأي لعيب عشان تقدر تقدر كل واحد الحمل بتاعه الجهاز ده بيفدنا إن إحنا يقدر عن طريقه أقدر أحدد الكوة المفروضة اللي يشتغل بها كل لعب حسب فترة الموزم تب السرعة اللي أنا عايز منه سرعة المفروض الوزن كامل يشتغل بالسرعة دي إحنا الأول كنا بنعملها بطريقة نسب مقوية وبنحطها خلاص لكن لما عملنا الجهاز ده ساعدنا كتير جداً لا في ناس كنا إحنا ممكن نزود عليها لا خفين عليها شوية وفي ناس كان الحملة ممكن يبقى خيف عليها في إحنا زودنا فالجهاز ده بيقدر إن هو من خلاله بيقدر يوضح لنا الكلام ده كله يعني الجهاز يقدر أقول لك مثلاً إحنا في كل فترة الموسم بيبقى مطلوب منك سرعة معايا مثلا إحنا شفنا الجهاز هنا الجهاز مثلاً فيه كل التمرينات الجهاز ده بيبقى متوسر ويرلس بجهاز تاني بيتحط في الأداة اللي إحنا بنشتغل بها واللعب يبدأ إن هو يشتغل على الجهاز بيروح الجهاز هنا بيقص السرعة يبدأ يجيب لي السرعة اللي عايب شغال بها إزاي طيب أنا محتاجة زود لأ Ivan على المشتغل لحسب التارجيت اللي أنا بحط للعيبة كل الفترة من فترات الموسمي بقى له التارجيت المفروض أن أنا بشغال عليه إلا أنا بأقدر المفروض أزود عليها ولأنا المفروض أن أقص إيه عناها بأبدأ أحط اللعيب التارجيت المفروض اللي هو ايه ؟ أنا طلبه منه وهو بيبدأ يشتغل أقدر أقول لي اللعيب لأ أنا لازم تزود وزني تاني ولو الوزني مقصلاً محققش التارجيت اللي أنا عايز منه بخليه أهلي الوزن بتاعه كذلك ممكن أعمل الكرام ده على كل التمرينات فبالتالي ده من الحاجات اللي ساعدتنا جدا نحن نقدر نزبط الشغل الكوة جوا الجيم والجهاز هنا اللي هو البرتا ده بيساعدنا أن نقدر أزبط الكرام ده طبعا الجهاز كل أجهزة حديثة جدا متوسرة بوائرلس يعني مثلا البرتا ده عبارة عن حزام بيتلبس في الوص بقى دخل الداة بتاع كل لعيب زي غير التاني طوله الوزن الارتفاع الجمب بتاعه كمي السبات من الحركة وبناءا عليها بيبدأ أنه هو يتعامل مع الكلام ده كله ويقدر إيجب لها إحنا مثلا وإحنا شغالين الجهاز عمال يعمل إرايات دلوقتي عن كل الموفمينت اللي هو بيعملها الانرجي اللي هو بيفقدها الباور لو فيه استرس مثلا على أحد اللعيبة المفروض هيكون بيتم بيقديل عدد الجمبات وانا شغال حتى جوة التاملين أو جوة المطار